اهلا وسهلا بكم مشاهدين الاعزاء في تقرير جديد من اكوتي جلوبال ماركتز معكم رائد الخضر نتحدث في هذا التقرير وفي هذا اليوم المهم جدا عن المركز الاوروبي الذي ننتظر اجتماعه اعتقد خلال ساعة بعد موعد هذا الفيديو او ساعة ونصف تقريبا لكن من غير المتوقع ان يقدم المركز الاوروبي على تغيير اسعار الفائدة او اي تغيير في خطته حاليا لكن الحديث سيكون او التركيز سيكون على حديث ماريو دراكي رئيس المركزي الاوروبي الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد بيان السياسة النقدية من المركز الاوروبي بخمسة واربعين دقيقة طبعا منه متوقع بشكل كبير ان يكون هذا الحديث الذي سيلقيه محط الاهتمام لماذا؟ لانه قد يشير فيه على انكانية تقليص برنامج التيسير النقدي الضخم الذي يتبعه المركزي الاوروبي او اي تلميحات حول هذه النوايا في الفترة القادمة وبالتالي اليورو الذي يتداول حاليا عند مستويات الواحد فاصلة خمسة عشر تقريبا من المتوقع ان يواصل الارتفاعات بشكل اكبر في ظل مثل هذه الاحداث المنتظرة وبالتالي اول تارغيت بالنسبة له هو تقريبا عند مستويات الواحد فاصلة خمسة عشر تسعين ونبقى بالسياسات النقدية ولكن ننتقل الى الفترة الصباحية خلال التعاملات هذا اليوم حيث ابقى المركزي الياباني على السياسة النقدية دون اي تغيير وعلى اسعار الفائدة دون اي تغيير ولكن قام بتخفيض توقعاته للتضخم في الفترة القادمة وهذا يعني ضمنيا بان المركزي الياباني سيبقي على السياسة النقدية لفترة ممتدة بشكل اطول وهذا ما يخالف المتوقعات الاخيرة التي كانت تشير الامكانية بدءوا ايضا بالتخلص من البرنامج التيسيري بمعنى اخر البنك لا يزال يستهدف مستويات التضخم عند 2% استقرار واستدامة عند هذه المستويات وبالتالي سوف يحتاج الى خطة التيسير النقدية لفترة اطول النقطة الثالثة تتأثن من النقطتين السابقات الاسواق الاسهم تبلي افضل اداء خلال الفترة الماضية مثبوعة باعلانات الارباح التي كانت للاسهم الامريكية خلال تداولات يوم امس ايضا الاسهم اليابانية التي جاءت بعد اعلان بيان السياسة النقدية الذي دفع اسواق الاسهم اليابانية للارتفاع بشكل كبير بالتالي الاسواق على موعد مع تقلبات كبيرة قد تشهدها خلال اخر يومين من التداول في هذا الاسبوع واللي هو اليوم ويوم غد على وجه التحديد بالتالي يجب ان يكون هناك اهتمام بمستويات الوقف مهمة جدا نتيجة التذبذبات العالية التي قد تحدث على الاسعار اجمالا وهذه نصيحتنا لكل المتداولين ثانيا ان يكون هناك توجه نحو الملاذات الامنة مثل الياباني قد تعود اليه التوجهات وكذلك ان تعود التوجهات الى الذهب في ظل هذه التقلبات الحادة اشكر لكم من المتابعة واراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة